بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون المعادلات للصف الأول المتوسط الفص الدراسي الأول نبدأ بحل تمارين فقرة تحقق من فهمك حل المعادلات التالية ذهنيا نبدأ بفقرة ألف با ناقص خمسة يساوي عشرين إذن ذهنيا يعني ما هو العدد اللي نطرح منه خمسة ويكون الناتج هو عشرين بهذه الكيفية نقوم بطرح السؤال ما هو العدد الذي نطرح منه خمسة ويكون الناتج عشرين ذهنيا البا يساوي خمسة وعشرين نتأكد الآن من صحة الحل خمسة وعشرين مكان البا ناقص خمسة يساوي عشرين إذن هذا بالنسبة إلى فقرة ألف الفقرة الثانية ثمانية يساوي صاد قسمة ثلاثة أي ما هو العدد الذي نقسمه على ثلاثة ويكون الناتج ثمانية هذا هو الناتج فما هو هذا العدد لنقسم على ثلاثة ويعطيني ثلاثة نقدر بالطريقة العكسية نضرب الثلاثة في الثمانية أو نقول له أربعة وعشرين قسمة ثلاثة يساوي ثمانية إذن الصاد يساوي أربعة وعشرين نتحقق من صحة الحل نقول له صاد مكان الصاد أربعة وعشرين قسمة ثلاثة يساوي ثمانية أو بإمكاني عن طريق إذا كان عندي الحساب الذهني للطالب إذا كان عندي قسمة عن طريق الضرب يكون نقول له مباشرة نضرب الناتج في المقسوم ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين يعطيني قيمة الصاد فقرة جيم سبعة عين يساوي ستة وخمسين السبعة في هذه الحالة يسمى هذا السبعة عامل العامل طبعا المقصود فيه أنه ضرب هو العدد المضروب في رمز المتغير فما هو العدد اللي نضربه في سبعة ويعطيني ستة وخمسين هو ثمانية إذن العين تساوي ثمانية نتحقق سبعة ضرب ثمانية يساوي ستة وخمسين أو عن طريق القسمة مرة أخرى نقول له ستة وخمسين قسمة العامل سبعة يساوي ثمانية وبالتالي فإن قيمة العين تساوي ثمانية ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية تحقق من فهمك عند خالد ستة عشر جوربا تقل بمقدار ثلاثة عما عند أخي يوسف وتستعمل المعادلة جيم ناقص ثلاثة يساوي ستعش لإيجاد عدد الجوارب أو عدد جوارب يوسف فما عدد الجوارب عنده طبعا عدد الجوارب هي جيم ما هو العدد لنطرح منه ثلاثة ويكون الناتج ستعش بإمكاني أقول ليه طبعا ستعش هذا بما أنه بالناقص ناخده بالزائد زائد ثلاثة يساوي تساطعش نتحقق الآن هذه عندي جيم ناقص ثلاثة يساوي ستعش نعوض عن الجيم تساطعش ناقص ثلاثة يساوي ستعش إذن عدد الجوارب هي تسعة عشر هذا بالنسبة إلى فقرة دال ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة تحقق من فهمكها صرف الصيدلي لجمال علاجين بمبلغ تسعة فاصل خمسة وخمسين هلل ريالات فإذا كان ثمن أحدهما خمسة فاصل أربعين ريالات فما ثمن الآخر أولا ثمن الآخر نرمز له بالرمز مثلا وليكن سين هو قال لي صرف الصيدلي لجمال علاجين بمبلغ يعني العلاجين بكم بتسعة فاصلة خمسة وخمسين يعني هذا الناتج هذا بيكون ناتج فإذا كان ثمن أحدهما يعني زائد هذا المجهول الثمن الآخر خمسة فاصلة أربعين فثمنهما ثمن العلاجين كم تسعة فاصلة خمسة وخمسين فما ثمن الآخر احنا قلنا طبعا إذا كان معادلة جمع مثل هذه انحلع عن طريق الطرح آخذ الناتج تسعة فاصلة خمسة وخمسين ناقص أحدهما ناقص العلاج الآخر وهو خمسة ريالات فاصلة أربعين نطرح الآن عن طريق الطرح لأن المعادلة بالجم خمسة ناقص صفر خمسة خمسة زائد أو ناقص عفوا خمسة ناقص صفر خمسة خمسة ناقص أربعة واحد فاصلة تسعة ناقص خمسة يساوي أربعة إذن السعر الثاني هو أربعة ريالات وخمسة عشر هللة للتحقق من صحة الحل نجمع الآن خمسة فاصلة أربعين هذا العلاج الأول العلاج الثاني اللي طلعناه نقوم بالجمع صفر فاصلة صفر زائد خمسة خمسة أربعة زائد واحد خمسة خمسة زائد أربعة تسعة هذا ثمن العلاجه إذن فما ثمن الآخر نقول له ثمن الآخر أربعة فاصلة خمسة عشر ريالات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر